وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد شدد على التزام بلاده بتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب بحذفيرها بما في ذلك قانون حظر التدوال محذرا من أنه لا مجال للتسامح مع من يعبثون بأمن البلاد خاصة الدخلاء الذين يأتون من الخارج ويحاولون التأثير على طريقة الحياة التي اختارها التونسيون لأنفسهم ودع الصيداء شعب تونسي للوحدة وتكاتف خلال هذه الفترة للدفاع عن الوطن وعن الحريات كما طلبهم بضرورة الالتزام بالقانون